فرض الجيش الوطني سيطرته على سلاسل جبلية في مدينة كتاف بمحافظة الصعدة عقب معارك ضارية ضد ميليشي الحوثيين الانقلابية وقالت مصادر عسكرية إن وحدات من الجيش تمكنت من بسط سيطرتها على سلاسل جبلية مطلة على جبال العاشية واد الغول باتجاه مركز مدينة كتاف البقع شمال صعدة وأحكمت قوات من الجيش الوطني سيطرتها على مواقع جديدة في محور رازح بمحافظة صعدة عقب معارك ضارية ضد ميليشي الحوثيين الانقلابية وبحسب مصادر ميدانية فإن قوات من اللواء السابع حرس حدود فرضت سيطرتها على قرية المكران وتبت الواكفة أعلى الجبل الأزهور الاستراتيجي وجاءت تقدم المحرز عقب هجوم مباغت شنه الجيش الوطني على مواقع تتمركز فيها الميليشيا والتي كانت تساعد للتسلل باتجاه مواقع محررة وأسفر الهجوم وفقا للمصدر عن مصرع خمسة وعشرين من عناصر الميليشيا وجرح آخرين إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها تم التقدم في المرحلة الأخيرة والهجم الأخيرة على قبل الأزهور وتم بفضل الله تعالى السيطرة على بعض المواقع منها مع تغريب والثاهر والثهرة وكذلك منطقة الشرط والسلمة وبإذن الله بالقريب العاقل إحنا لا يهمنا الزور أو المقران ولكن مخططاتنا إلى مران وإلى رأس الأفعى عبد الملك الحود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر